في إطار المبادر الرئاسي حياة كريمة تواصلت أعمال القافلة العلاجية لليوم الثاني على التوالي بقرية فارس التابعة لمركز كومومبو في أسوار وشهدت القافلة توقيع الكشف على 1816 شخصا مجانا في عشرة تخصصات مختلفة وضمت القافلة مع ملاي الدم والطفليات والأشعة العادية وتم الكشف وصرف العلاج بالمجان لجميع المترددين على القافلة موسيقى